بائع التفاح حكاية من التراث الصيني حضر رجل عجوز رث الثياب إلى المدينة قادما من الجبال النائية وكان قد قطع مسافة طويلة دون توقف فشعر بعطش شديد أنا عطشان ليت معي ثمرة التفاح أوه بضاعة الثمينة أفود إذا سمعت ماذا تريد أيها العجوز أرجوك أعطني ثمرة تفاح واحدة ماذا تقول أشعر بعطش شديد هل لديك نقود ليس معي نقود أرى أنا لا أوزع التفاح دون نقود يؤرج العجوز أحس العجوز المسكين بعطش شديد ولم يستطع أن يخطو خطوة واحدة أيها الرجل العجوز ماذا بك أحس بعطش نعم يا للمسكين لحظة واحدة يوجد هناك بايع تفاح أنا مفلس مفلس ها لكن نقودي هذه لا تكفي لشراء تفاحة واحدة يا سيدي سوف أحاول معه مرة أخرى حسنا في هذه الحالة سأحضر معك هيا بنا ماذا حدث أيها العجوز ماذا تريد الآن أرجوك أتوسل إليك أن تعطيني واحدة فقط وأنا أيضا أرجوك إذا أردت تفاحة ادفع الثمن هيا أقبل بأسوأ تفاحة لا توجد لدي ثمرة سية اسمع هل أنت صديق لهذا الرجل هيا خذوا وابتعد من هنا خذ لا أنا لست صديق الله أتفهم لا بأس لكن يجب أن تبتعد من هنا هيا خذوا وابتعد لم يستطع رجل المدينة أن يترك الرجل العجوز هكذا اسمعني لديك عدد كبير من التفاح لماذا لا تعطي هذا العجوز واحدة منها فقط قلت لك لا وأنا أعني ذلك هذه تجارة نعم حسنا لماذا تقبلت بشراء واحدة ها وفكر رجل المدينة بطريقة يساعد بها الرجل العجوز هيا تهبا من هنا ذهبا يا لكما من مزعجين ما هذا ما الذي يجري أحذرنا أرأيتم جميعا ما الذي حدث الآن أرأيتم نعم رأينا ما رأيكم أن تساعدوا هذا الرجل العجوز أنتم تستطيعون مساعدته طبع 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 حسنا كنت أفكر بشراء تفاحة لهذا الرجل العجوز ولكن نقودي قليلة ولا تكفي إنه أمر بسيط لا أحتاج سوى ثمن تفاحة واحدة فقط ما رأيكم إذا أردتم مساعدته هيا ساعدوه ها خذ هيا أنت أبقى أخذ هذه النقود شكرا شكرا لكم شكرا شكرا لكم والآن ليس لديك عذر أبدا تفضل أيها العجوز ها هي التفاحة أرجوك أن تأكلها أرجوك شكرا شكرا لكم جميعا شكرا لكم شكرا لكم أنا أشعر بالنشاط والفضل لكم وأريد أن أريكم شيئا مبتعا أخرج الرجل العجوز إزميلا من حقيبته وبدأ يحفر حفرة وضع الرجل العجوز بعض البذور في الحفرة وأهال عليها التراب بعد ذلك حدث شيء غريب أدهش الموجودين جميعا عندما نبتت شجرة وارفة شكرا لكم شجرة مليئة بالثمر هذا تعبير على امتناني لكم أرجو أن تأخذوا منها ما تشاءون شكراً 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 لله يحيا لهم رجل طيب شكراً لكم أرجو أن تتقبل هذا يا لك من رجل طيب هذه لي شكراً لك أيها العجوز الطيب شكراً لك شكراً لن أنسى معروفك أيها الشاب أني ممتن لك أنا سعيد بلقائك أنت رجل طيب طيب ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه إلى أين؟ إلى أين أنت غاهب؟ إلى الجبال أرجو أن تبقى معافة مع السلامة مع السلامة شكرا لك الوداع مع السلامة عاد أهل المدينة إلى منازلهم يحملون الكثير من التفاح فخسرت تجارة البائع البخيل وذهب إلى عربته واستعد للذهاب إلى بلدة مجاورة أين ذهب التفاح يا إليه؟ من سرقه؟ لابد أن أعرف من سرق التفاح؟ أين التفاح؟ أين؟ 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 آ Bro كما الجزوم؟ أين؟ 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 لو مشاوث لعب سرق ثباري كان بائع التفاح بخيلا ولم يرضى بالتخلي عن تفاحة واحدة فضاعت كل ثمار التفاح الخاص به وأصبح العمل وصار أضحوكة البلدة كلها